يعني بداية مساء الخير لك زميلاتي ولكافة السادة المشاهدين والمتابعين لو بدأنا بتطورات الميدانية على الأرض خلال السادة يكثفت الطائرات الحربية من قصفها على عدة مناطق في محافظات قطاع غزة لو في مدينة غزة تركزت الغارات على عدد من المباني والمنازل في منطقة حي الرمال وسط المدينة بالإضافة إلى حي الزيتون شرق المدينة بالإضافة إلى استهداف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بحزام ناري الأمر الذي أدى إلى تدمير عدد من المنازل وارتقاء عدد من الشهداء وبالمناسبة مخيم الشاطئ الليلة الماضية ارتكبت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية مجزرة كبيرة خلفت عدد كبير من الشهداء وبحسب وزارة الصحة فأنه لساعات مساء هذا اليوم والطواقم الطبية ما زالت تبحث عن أنقاض فلسطينيين ما زالوا تحت الركام مخيم الشاطئ منذ عدة أيام وهو يتعرض لقصف جو عنيف بالإضافة إلى قصف من قبل الزوارق الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع خاصة أن هذا المخيم يقع بالقرب من شاطئ البحر أيضا مساء اليوم الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت الطابق الثالث في مبنى القدس داخل مستشفى الشفاء الطبي الأمر الذي أدى إلى ارتقال عدد كبير من النازحين والطواقم الطبية المتواجدين في هذا المبنى بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أيضا تم استهداف عدد من المنازل في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة وهذا المستشفى أيضا منذ عدة أيام ربما من نحو أسبوع وهو تعرض محيط المستشفى لقصف عنيف ومكثب وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأن طواقم الإسعاف والسيارات الإسعاف من الآن باتت تواجه صعوبة في الخروج من المستشفى لنقل المصابين الذين يتم استهدافهم في محيط المستشفى نتيجة إغلاق كافة الطرق الرئيسية والفقعية المؤدية إلى المستشفى بالإضافة إلى ركام المنازل والمباني التي تم استهدافها في محيط المستشفى وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن نتيجة القصف المكثف على محيط المستشفى حتى إلى أضرار كبيرة في المستشفى بالإضافة إلى خروج 12 سيارة إسعاف عن الخدمة أيضا تم استهداف في محيط مستشفى الأندونيسي ومستشفى الأندونيسي ومستشفى النصر وبالمناسبة مستشفى النصر أيضا الليلة الماضية تعرضة للقصف إذن خلال 24 ساعة أو الأيام الماضية الجيش الإسرائيلي ركز من قصفه على محيط ومستشفيات قطاع غزة هذا القصف الجوي والمدفعي المتواصل لليوم الثاني والثلاثين أي أن الحرب دخلت شهرها الثاني في قطاع غزة يتزامن مع استمرار عمليات التوغل البري الذي تحاول فيه إسرائيل منذ السابع والعشرين من أكتوبر الشهر الماضي ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت الدبابات الإسرائيلية والاشتباكات تدور في ذات المناطق الخمس التي تتوغل منها الدبابات الإسرائيلية هذا التوغل البري المتواصل أصفر يعني عنه بحسب شهادات من المواطنين الذين نزحوا اليوم من مدينة غزة وشمال القطاع باتجاه الجنوب فإن الجيش الإسرائيلي اليوم أعلن عن ممر إنساني لخروج المواطنين باتجاه الجنوب ولكن بحسب شهادات النازحين بأنهم تعرضوا إلى المضايقات وإلى الاعتراض وإلى التخويف والترهيب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى قطعهم مسافة أكثر من ثماني كيلومترات مشيا على الأقدام نتيجة منع السيارات من الخروج من مدينة غزة ومدينة غزة يعني محاصرة منذ عدة أيام لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج إليها بالإضافة إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على شارع الرشيد وهو الشارع الساحلي القريب من البحر كل هذه التطورات الميدانية والعسكرية تتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة الآن يعني نستطيع القول بأن بالتزامن مع الحرب العسكرية بدأت حرب التجويع هنا في قطاع غزة نتيجة إغلاق عدد كبير من المخابس أبوابها أمام المواطنين نتيجة نفاذ الوقود والدقيق بالإضافة إلى انقطاع معظم أو توقف عدد كبير من محطات التحلية وهي محطات المياه ويجد الآن المواطنين صعوبة في الحصول على الماء والخبز وهو من أبسط مقومات الحياة نتيجة استمرار إغلاق المعابر ونتيجة عدم إدخال الوقود ربما قبل عدة سنوات الأمم المتحدة قالت أن قطاع غزة سيكون عام 2020 غير قابل للحياة اليوم في عام 2023 أصبحت الحياة معدومة في قطاع غزة نتيجة نفاذ كافة المواد الغذائية نتيجة نفاذ الأدوية والمستهلكات الطبية الآن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة من بقي منهم على قيد الحياة أصبح في حرب مع نفسه من أجل توفير قوتة يومه لأطله ولأطفاله ولا نستطيع قوتة يومه بمعنى وإنما بدأ الفلسطينيون يبحثون فقط عن رغيف من الخبز وربما يصطف الفلسطيني هنا في قطاع غزة أمام المخبز لعدة ساعات ولكنه عندما يقرب من إلى باب المخبز يجد أن الخبز قد نفذ ويكون قد أمضى أكثر من عشر ساعات دون الحصول على ربطة الخبز هذا بالإضافة يأتي أيضا بالإضافة بتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية هناك انهيار كامل للمنظومة الصحية التي خرجت أكثر من ستة عشر مستشفى عن الخدمة بالإضافة إلى خروج أكثر من ثلاثين مركز رعاية عن الخدمة والمستشفيات التي تعمل حاليا فهي على الطريق للخروج من الخدمة سيكون نتيجة نفاذ الوقود والمستهلكات الطبية هنا المستشفيات التي تعمل زاد عليها العبء والحمل نتيجة استقبالها لجرحة من محافظات خارج نستطيع القول بأنه لو تحدثنا عن مدينة غزة عدد من المستشفيات في مدينة غزة أغلقت أبوابها وأبات تحويل المصابين فقط إلى مجمع الشفاء الطبي الآن مجمع الشفاء الطبي وهو الآن يعمل بخطة طوارئ على الوقود الموجود في مستودعات المستشفى ومهدد بالتوقف في أي لحظة مستشفى الشفاء هنا في مدينة خان يونس أيضا مستشفى ناصبات يستقبل من كافة المحافظة لأن هناك مستشفى في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس قد أغلق أبوابه بالإضافة إلى مستشفيات خاصة كانت تساعد في استقبال الجرحة ولكن هذه المستشفيات الخاصة أيضا أغلقت بسبب نفاذ الوقود إذن العبئ الآن تحول في محافظة خان يونس فقط على مجمع ناصر الطبي والذي يعمل أيضا على خطة طوارئ واليوم محافظة خان يونس شهدت غارات كثيرة وقصف عنيف الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 15 فلسطينيا بالإضافة إلى وصول أكثر من 50 جريحا إذن باتت الأوضاع أكثر خطورة أكثر صعوبة كل ذلك وكل هذه الأحداث العسكرية والإنسانية والمعيشية المتدهرة تأتي كما يقول الفلسطينيون في ظل صمت دولة ورغم الحديث عن الجهود الدولية والاجتماعات من أجل توصل وقف إطلاق نار أو توصل إلى هدنة إنسانية كل ذلك حتى هذه اللحظة لم يسفر عن جديد أشكرك جزيلا أشكر لكل هذه المعلومات من غزة مراسل اليوم عامر الفرة